السلام عليكم أعزائي تلاميذ سنة ثالثة متوسط أهلا وسهلا بكم معي من جديد أعزائي متابعي القناة الجدد أهلا وسهلا بكم معي في القناة شرف سوني ونور سوني ما تنسوش من فضلكم دعم القناة بالضغط على زر الاشتراك وكذلك تفعيل الجرس حتى يصلكم جديدة دروس بإذن الله كما راكم تشاهدوا معي أحباتي في هذا الفيديو راح تكون معنا إفاليواشيون دياغنوستيكا تحسنة ثالثة متوسط يعني بالنسبة للتلميذ اللي انتقلوا إلى السنة ثالثة متوسط هاد اللي هي التقويم التشخيصي راح تكون بمثابة مراجعة او يعني تقويم للمعلومات المكتسبة من قبل بالنسبة للتلميذ ليوب بإذن الله راح نديرو هاد النموذج كما راكم تشوفوه وقبل ما نبدو في النموذج راح نعطيكم مجموعة الدروس اللي شفتوها يعني في السنة ثانية وراحين تعودوها في السنة الثالثة بإذن الله هادو يعني كنت في أول العطلة يعني كنا درنا فيديو مع بعض وحطيت لكم هاد الدروس قلت لكم إذا تحبوا يعني راح نترجعوهم في العطلة لأنهم راح نتعودوا معاكم في السنة الثالثة هاد الدروس هاد الدروس اللي شفناهم في السنة الثانية راح نعودوهم إن شاء الله هما هاد الدروس هاد الدروس السينونيم هي المرادفات أو الكلمات التي لها نفس المعنى أو معنى متقارب والانتونيم هي الكلمات التي عندها معنى متضاد أو متعاكس كذلك عندنا درس هاد الدروس هاد الدروس كذلك شفناه في السنة الثانية ورح نعودوه بإذن الله في السنة الثالثة للمو دو لامام فاميه يعني عائلات الكلمات أو الكلمات التي زن ثمي إلى نفس العائلة هاد الدروس كذلك شفناه درس الإكسپرسيان دو تن الكنكتور كرنولوجيك اللي هما يعني أدوات الزمن باش نرتبو بها الأحداث كذلك عندنا درس ��는 الفترسي Hast impose اه كذلك درس نستعملهم لتفادي تكرار الكلمة في المس هذا أحباتي هذا هو الدروس اللي كنا شفناه ما بعد في السنة الثانية ورحين نعودهم بإذن الله في السنة الثالثة هو برنامج سهل ممتع ويعني مهوش طيب بالزال فقط قليل من التركيز حاولوا أنكم تتبعوا معايا كما تبعتوا دروس سنة ثانية لسنة الماضية وريحين تفوقوا بإذن الله في هذه المادة اللي هي اللغة الفرنسية سلام الله عليكم أحباتي متابعي قناة كتاب المدرسة الفرنسية مرحبا بكم في قناتنا الثانية في مادات الرياضيات رح نكون معكم نعم هذا إن شاء الله ونحاول بصدركم الأمور قدر الإمكان لذلك من فضلكم أحباتي لا تساوش الضغط على زر الاشتراك ليصلكم كل جديد بإذن الله دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء سابعوا ما يا أحباتي الآن نبدأوا أولاً لتكسته ببو للأطفال يسرخونا من الفرح ساببو ساببو إنه ببو ببو هذا هو الموهرج ساببو مربعين باللون الأبيض اللقاء كان كل مرة يعني ببو ببو على اللقاء لأنه لطيف وصبور معهم والأطفال يسرخونا من الفرحة والأحباتي جفو معيه هنا كم تفوه يا أخير الجملة يا صحيحة voilà بوش لارج إني بوش هو لن لارج هو لأجيكتف كاليفكاتف عندنا كدريك لأتت لن هو لأتت الحين حوصلوا على لأجيكتف كاليفكاتف لأتت كما ركوم تفوضل هنا عندنا تتت تتت هي لأجيكتف تا لأتت يعني أس سغير لشوف أشار هو لن لأجيكتف تاو شوف رو هذه رو هي لأجيكتف تاهاد لن voilà نمیرو 4 ك رملاس للمو سلنيه دن لأ فراز ماذا تعود الكلمة المساطرة في الجملة لأجيكاتف 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 كما ركوم تفو معايا أجيكاتف 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 في الجملة هنا الأطفال يصفقون عليه آل هادي هي ترجع على لكلون يعني باش ما نبقاوش أشاك فوا نعودو كلمة لكلون نحي نعودوها بالآل أبوستخف هادي آل هادي اللي سميناهم اللي سبسوتو غراماتيقو اللي هي البدائل النحوية هادي البدائل نستعملوهم حتى نإفتو يعني لربتسيون ما نبقاوش أشاك فوا ونقولو لكلون ووالا نتمنى تكونو فهم سعني هادي فاقت يعني موراجعة لبعض الدروس غير يكري la phrase en remplaçant أل par le mot qui convient يعني أل هادي لما عرفنا في السؤال رقم أربعة بالله يتعودنا لكلون عالحي نعودو نكسبو كلمة لكلون هنا يعني لسنفن أبلوستخف لكلون أكوم دكار معي الله هنا أوسينا كما نحطوش لكلون حطو ببو واسم هادي كلمحرج voilà donc لسنفن أبلوست ببو أو لسنفن أبلوست لكلون نتمنى تكون فهمتون يعني الهدف من هاد السؤالي هو تذكر درس لسبسطو grammatical اللي هو البداي النحوية نمو 5 رأيكري la phrase au singulier en faisant les transformations نسسار أعد كتابة الجملة في المفرد يعني بالعمل بتغييرات الضرورية يعني نغيرو ما يجبو تغيروه لسمال دي سي شاشور سدقل لحضو معي هاد الجملة رأي في البلوريال المطلوب أننا نحاولوها إلى السنگلية اللي هو المفرد دونك سولي لسمال نحو الس هدي الس الجملة دو سا شاشور يعني لشاشور هاد ياري في البلوريال كيس كون واحد برق لشاشور نغيرو سا شاشور نحو سي هاد نحو في بلا سا سا نحو الس هاد لدينا كذلك لفربي سدقل لحضو معي هنا لدينا لترمي يأ انت انت هدي تالجما تالي شاشور لما سكون لدينا واحدة برق تالي شاشور هنا لترمي نحو سدقل نحو او فاقت voilà يعني هاد كذلك رحو درس مراجع لدرس لفرزن دو لإدكاتيف يعني تالي لكون نحو 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 لماذا الاطفال يحبون المهرج هاد سؤال رحين لغول إجابة عفو النص هاد سؤال عفو لغول كار إل اي جانتي اي باشيط او اي لأنه لاطف و صبر معهم voilà هاد فيما يخص سؤال رقم ستة هاد هاد سؤال الاخير رحين جابو علي وحدكم يعني كل سلمي دي حاول فيه production إكريت يعني تعبر كتابي سي اخص يعني يعني هوا أدخول المدرسي هوا يدخوا زميل أو زميل جديدة وعند رجوعك إلى المنزل أنت تحاول وصفها لأمك اكتب نص فيه أربع أو خمس جمل حتى تصف هذه الزميلة أو الزميل يعني راح تمد البخينون اللي هو الاسم لاج اللي هو العمر زميلك أو زميلتك ستاي يعني طول تحها ومواصفات تحها ستان كاراكتر يعني مواصفاتها هنا لازم عليكم تستعملوا البخيزان دو الاندكاتيف وكذلك لحن تستعملوا لزاديكتيف كاليفيكاتيف ووالا أحبتي هذا فيما يخص الإفاليواشون دياغنوستيك اللي تخص تلميذ سنتي اللي كان متوسط نتمنى تستفيدتوا معايا ونتمنى تكونوا راجعتوا نوعا ما يعني هي فقط مراجعة قصيرة نحاولو ندخل بها للبرنامج الجديد والسنة الجديدة وهذا تلبية نترى بكم أحبتي أتمنى التوفيق للجميع أترككم في رائعة الله حفظه والسلام الله عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر